الحسد لو مش حقيقي ما كانش ربنا علمنا الناس تعيز منه فيه مواقف بتحصل كده عجيبة وملهاش منطق زي مثلا خرطة العربية الزيرو اللي دايما بتحصل ما تفهميش ازاي عبد الرحمن جالهوم كمان بيقول الحسد هو تماني زوال النعمة من إنسان وهذا التماني يخرج من إنسان فاقد لنعمة أو مصاب بمرض النقص أي خلال نفسي طبعا بتختلف وجهات النظر بالنسبة للناس يعني بالنسبة للحسد لكن عموما كل الوجهات النظر تحترم الحقيقة إن مثلا العين فلقت الحجر كان ليه أصل وقصة والأسف يعني بيقولوا إن هي قصة انتسبت للدين يعني إن فيه واحدة يهودية زارت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومعروف إنها حسودة فقام بتبديل أحفاده اللي هو الطفلين الحسن والحسين عليهم السلام وراح غطاهم يعني عمل إن هو بدلهم بحجر وراح غطاهم فلما خرجت الست اليهودية دي كشف الغطاء على الحجر لقى إيه بقى إن الحجر مقسوم نصين الغريبة بقى إن بيقولوا مرة ينسبوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومرة لولدتهم السيدة فاطمة الزهراء طبعا قصة خرافية وملهاش أي أساس خالص خالص وبالتالي بقت مورسات تتورطها الأجيال بسبب قصة وهمية ومتألفة والنتيجة إيه إن ناس كتير بتخاف خوف مبالغ فيه من الحسد ولو في أي موقف اتأذت فيه يلزق على طول المثل بتاع النهاردة العين فلقت الحجر إزاي تخاف والحقيقة السبتة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحميك من أي حسد وكمان بيديلك الحلول يبقى لا تخاف ولا تردد كلام ملوش أصل سليم مش كده ولا إيه ده تطش فؤاد المهندس قبل ما أطلع فاصل هقول بس رسالة كده لطالب بجامعة الأزهر في الفرقة الرابعة جامعة أسيوت الحقيقة إنه هو اهتم إنه هو يعني يجاوب على سؤال حلقة وأنا طبعا بشكوره جدا بيقول الحسد بيختلف تفسيره ومفهومه من شخص الآخر ومن تجربة لأخرى ولا نخفى لأن للدجل منه نصيب كبير الحسد في أصله بيعتمد على عدم الرضا بالنعمة وتمني زوالها من الغير مما يسبب الكره والبغض وعدم حب الخير للناس ولذلك هو ضرر جسدي ونفسي للحسد أكتر من المحسود كون الحسد شخص لا يكتفي دائما بما قسم له أما عن باقي التحليلات فهي في نظري لا تستند إلا على خرافات لا أساس لها من الشرع والعلم سوى الوهم وفي يقيني إن ضرر الإنسان مهما بلغ ليس أكبر من حفظ الرحمن ونعمة بالله طبعا لأسام ياسو التليفون على رقم زيره 1042-78-94 وطبعا صفحتنا على الفيسبوك تسعينات أف أم وعيني هشام عباس إنتم معا مزي ما بيقولوا مع أولاب السعادة على تسعينات أف أم لأسام ياسو التليفون على رقم زيره 1042-78-94 وطبعا صفحتنا على الفيسبوك تسعينات أف أم سؤالي الحلقة النهاردة كان احكي لي عن مفهوم الحسد من وجهة نظرك إيه المسألة الصحة أكتر؟ العين فلقت الحجر؟ أولا العين اتظلمت مع الحجر الحسد أو العين الشريرة من المعتقدات اللي فعلا الإنسان بيؤمن بيها جدا جدا باختلاف ثقافته باختلاف درجة تدينه أو حتى درجة تقدمه كان مفهوم الحسد والعين الشريرة موجودة عند قدماء المصريين علشان كده كان في أسطورة إيزيس وأزوريس إن أزوريس مقدرش يرجع حكمه على مصر إلا من خلال العين السحرية الزرق اللي هي اسمها عين حورص فيه معتقد إن بفضل العين دي قدر يهزن أخوه ست وأنقذ بلاده قدماء المصريين كمان أمنوا إن اللي بيلبس العين دي كقلادة يعني بتحمي من الأروح الشريرة والمرض القلادة كمان كانت بتتحط على صدر ممياء فرعون علشان تحميه من أعدائه ده لأن تأثير الحسد والعين الشريرة كانت يعني مؤثرة جدا جدا في سلوكيات المصري القديم أنا برضو كده أشوف شوية رسائل أسماء فوقت بتقول الحسد هو الحقد وما فيش حسد محمود الحسد دايما بيكون هدفه زوال النعمة وبصراحة بخاف منه جدا محمد مصطفى عامر بيقول الحسد اللي بنعيشه ما بقاش حسد لزوال النعمة فقط لكن دخل فيه معايير أخرى هي محاولة التحكم في الشخص اللي بيحمل تلك النعمة بل محاولة إيزاءه وتجريده من إنسانياته التي يحملها بالفطرة وجعله إنسان مشوه مثله نسرين القارح كمان بتقول الحسد هو شعور قلبي مثل الكره والغل والحقد والغيرة في القلب ومش مؤمنة إنه له أثر مادي إلا لو انتقل لحالة الفعل إلى الإيزاء وهنا يبقى الإيزاء قدر من الله مستحق جزاء على الأفعال سواء كانت خير أو شار لأنه ممكن الإيزاء داي يكون خير لكن في صورة شار لكن إن الحسد في مجتمعاتنا حسب من وجهة نظري هو تبرير الفشل والإيمال وسوء الظن بالناس إنجي حجازي كمان بتقول الحسد موجود المهم ما يكونش عندنا فوبيا منه وكل حاجة نقول اتحسدنا الحسد مرض وهو موجود في كل إنسان كاره الخير لغيره وحاقد على النعم اللي عند غيره يتمنى زوالها وإنها تبقى عنده هو تمام فيه كمان الحضارة السومرية أمنت برضو بالعين الشريرة أو بيسموها عين الموت تم اكتشاف الكلام ده في ألواح من طين بتعود الألواح دي لأكتر من 3000 سنة قبل الميلاد يعني العراق كانت من أول الحضارات اللي أمنت بالحسد لقوا كمان صلوات كتير علشان تبطل تأثير العين الشريرة دي السومريين قال لي في قصص أسطورية عن عين الموت كمان فصروا الزوهر الطبعية زي الزلازل والفيضانات والعواصف كنتيجة بسبب العين الشريرة أو عين الموت اليونانيين والرومان كمان بيؤمنوا بالحسد والعين الشريرة لكن بدرجة أقل من قدماء المصريين والسومريين في كتاب عصور اليونانيين والرومان من تأليف جون موراي قال إن اليونانيين اهتموا إنهم يلبسوا إكسسوارات فيها صورة عين ويخبوا فصلتهم في لبسهم ده غير وجود بعض الأدعية للحفظ من العين أغرب بقى الطقوس يعني حاجة يعني مقرفة جدا هو البسق على الملابس كنوع من الوقاية ضد الحسد إيمان اليونانيين والرومان بالحسد والعين ما كانش قوي قوي لأنهم كانوا بيعتبروا إن الشخص المحسود هو شخص متواكل وكسول وجبان فبالتالي إن الشرر اللي بيصيبه هو يستهله نتيجة أعماله لأسماسوا التليفون على رقم زيرو 1042-78-94 وصف حطنا على الفيسبوك تسعينات أف أم والسود عيونه ومصطفى أمر إنتم معا مزي ما بيقولوا مع أولاب السعادة على تسعينات أف أم الآن سماسوا التليفون على رقم زيرو 1042-78-94 وطبعا صفحتنا على الفيسبوك تسعينات أف أم سؤال الحلقة النهاردة كان احكي لي عن مفهوم الحسد من وجهة نظرك يعني اين مثلا الصحة أكتر العين فلقت الحجر ولا العين اتزلمت مع الحجر الحياني فيه كتاب عظيم جدا 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 اسمه ترانسيرفينج الواقع للعالم الفيزيائي الروسي فاديام زيلاند ترانسيرفينج الواقع ده اسم النظرية هي مش حاجة مترجمة اللي هو يعني إزاي تتحكم في الواقع بتاعك الكتاب طبعا كبير جدا وبيتكلم في جوانب كتير جدا لكن أنا حاخد الجزء الخاص بموضوع النهاردة فيه فصل في الكتاب اسمه عالم المرآة ايه عالم المرآة ده؟ باختصار كده انت لما بتقف قدام المرآة بتاعتك بيتشكل ليك انعكاس الناحية التانية نفس الموضوع في عالم المرآة بتاع فاديام زيلاند الواقع بتاعك بتشكل من الجهتين نحية انت واقف فيها بأفكارك ونواياك وأفعالك حاجة مادية يعني انت اللي متحكم فيها والناحية التانية اللي فيه الانعكاس بتاعك عبارة عن حاجة مش ملموسة سمناه فضاء الاحتمالات ايه فضاء الاحتمالات ده؟ عبارة عن عدد غير محدود من الاحداث والسيناريوهات المتوقعة والغير متوقعة ملايين يعني من الاحداث يعني ببساطة كده الاحداث اللي بتحصل لك فحياتك انعكاس ليك والافكارك والافعالك والصورك الزهنية المرآة طبعا من خصائصها ايه؟ انها مش بتنقشك ولا بتصلح لك اي غلط هي بتوفقك وبس يعني انت مثلا مقتنع ان الحسد قوة جبارة وسهل جدا تأثر فيك وتدمرك المرآة هتقولك ايوة انت صح وحتلاقيها في انعكاس المرآة وحتلاقي ان الاحداث بتاع اللي بتشوفها يعني في حياتك موافقة جدا لكل الافكار اللي انت معتقد فيها ليه بيحصل دايما اسوء التوقعات؟ لان عقلك مصدق الفكرة وروحك كمان مرتاحة للفكرة عقلك وروحك مدام اتحدوا على حاجة واحدة او معتقد واحد فهنا لازم يحصل لك الحاجة اللي انت معتقد فيها وخيف منها كمان دي كمان بتحصل بسرعة جدا طيب فرضنا ان انت عايز تغير الفكرة المرآة هنا هتعكس نتيجة الفكرة الجديدة لكن بشكل ابطأ شوية لان لسه عقلك طبعا هيكون مش مصدق الفكرة مية في المية يعني وروحك طبعا بتشك فطبعا محتاج صبر وشغل على نفسك كتير فيه ناس بقى في المرحلة دي بتلاها بتزهق وتقول لا لا انا خلاص كده انا الفكرة القديمة هي اللي صح وهي اللي المفروض تتعمل يعني ما بتستحملش ان هي مثلا تستنى شوية علشان النتيجة اللي بعد كده هتبقى احسن لكن هي ما بتستحملش على طول ترجع للمعتقد القديم تاني دي الفكرة باختصار علشان كده لما حد يقولك انا مقتنع بفكرة ما صدقوا لان الافكار هي اللي شكلت الواقع بتاعه ولما حد يقولك انا مش مقتنع بفكرة ما برضو صدقوا لان اللي مقتنع بيه هيتحقق بالظبط اي حد مقتنع باي فكرة هتتحقق في الواقع يا جماعة الحسد دي وجهات نظر كتير جدا وانت المفروض اللي تختار يعني تقتنع بانهي فكرة لان ده اللي انت هتشوفه في احداثك بعد كده افتكر دايما المراية شيل الفكرة الغلط لانك انت اللي بتصنع الحقيقة الاحداث انعكاس لافكارك افتكروا دايما المراية الحقيقة النهاردة كانت اخر حلقة من برنامج مش زي ما بيقولوا الحقيقة ان انا استمتعت جدا جدا وانا بعمل البرنامج وهو فعلا عزيز على قلبي قوي انا بشكر كل فرد في تسعينات اف ام بشكر طبعا مهندس الصوت الشاطر جدا محمد حافظ لان هو كان معي الحقيقة في تقريبا تسعين في المية من الحلقات طبعا بشكر برضو بشمهندس ايمن بشير بس هو كان معي يعني في حلقتين ثلاثة بس طبعا انا بشكرهم جدا بشكر طبعا شكره خاص جدا جدا لدكتور يوسف الدالي لان هو كان سبورت هايل جدا جدا لنا كلنا وبيدعاننا وبيشجعنا علشان نطلع احسن حاجة عندنا بشكر جدا جدا عائلتي الصغيرة والدتي ربنا يديها الصحة يا رب وطبعا اخواتي الاتنين وزوجاتهم لانهم كانوا بيدعموني جدا جدا وبيقدمولي كل نصايح وكل حاجة وكان هما دايما اللي يقولولي ايه الحلو ايه الوحش علشان دايما احسن من نفسي شكر اخير لكل المستمعين التسعينات اف ام وخصوصا برنامج مش زي ما بيقولوا بفضلكم انتم انا لسه مكمالة معاكم وان شاء الله باذن الله اشوفكم قريب يا رب اكون قدرت ان انا اقدم معلومة بشكل يفيد فعلا ويكون بشكل بسيط يبسطكم يا رب دايما اتمنى لكم كل السعادة وزي ما ابتديت الموسم بفرحة برضو انا حنهي بفرحة وحهديكم الاغنية اللي جاية دي كنت معاكم على ابو السعدات وبرنامج مش زي ما بيقولوا على تسعينات اف ام اجمل ذكريات واشوفكم يا رب بالف خير باي باي انتم على تسعينات اف ام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة